اشتركوا في القناة اللي معودين عليه كل الناس بعتقد صاروا وصارت شغلة مفروضة على كل شخص بكل السهرات خلينا نعرف أمتين من سير ضمن الإدمان وأمتين الشرب بيكون هو مفيد والخوف من الشرب فيه أشخاص بيخافوا أنه ياخدوا هالكمية من الألكول لأنه بيطلعوا من حالهم بيصيروا غير أشخاص فوين هون بيصير مرضي الشرب؟ بنا نحكي بشغلة باسكال اليوم أنه مش كل الشرب هو شي مرضي هناك تناقض بين النظرة العلمية والنظرة الشعبية شوي للشرب لدرجة أنه النظرة الشعبية بترفض فكرة الإدمان أو فكرة المرض تعتبر أنه فيه problem drinking يعني إنسان بيشرب صار عنده مشكلة مع الشرب بس منا مشكلة بحد ذاتها بتطلب علاج ومستشفى وإلى ما هنالك هلأ منحكي عننا قيبة إحنا منطلب هالشي من المريض كمية كبيرة من العالم تشرب تقريباً 40% من المراهقين بيشربوا يعني بك تعتبرها أكبر إدمان موجود أو أكبر تعاطي لمادة معينة بتشتغل على الدماغ دونك ليه العالم تشرب هالأدية؟ شو فيها لزة؟ أولاً الشرب بحد ذاته موجود بالإنسان الجسم بينتج هو إيتانول طبيعي بمحلات معينة تحتى يخدر الوجع طبعه لونك فيه تخدير شوية لوجع نفسي أو لوجع جسدي اثنين فيه كتير الأكل من أكله خاصة فواكه بيتخمروا طبيعياً لونك بيكون فيهم كحول بنسبة معينة وهي العالم كتير بتعرفها يعني العالم عم تاخد كحول بلا ما تعرف بيدوز صغيرة من هي وصغيرة بلش نحنا وصغار يعني لهيك اللي تجي تاخد هالمادة عبر الإيتانول يعتبر شوية دارج بكتير تقاليد شعبية الولد صغير بيشربوه عرق بيكون صغير بيصير يضحكوا عليه كيف صار تبسي يعني كيف هيك عم ينعويس يعني بيعتبروا كأنه شغلة شوية مقبولة اجتماعياً بلدان الغرب بعد مقبولة أكتر غلط بهالعمر أكيد صحياً غلط وبتعود الولد على نظام معين وبتعطيه صورة أنه الكحول مقبولة وفيك تشربة ساعة لبدك هلا أكيد هي بيعملوها مع الصبي مش مع البلد لا بيعملوها مع البنات أنا شايفتهم كمان بصيري لوحو البنات ومبسوطين فيهم بيكونوا بس هون دكتور بدي أسألك عن الأدوية اللي هي أكتر مثلاً أدوية السعلة وهيك فيها كمان دوزاج كحول بتحسل ولا ضغري نعيس ضغري هاودي فيهم كوديين الكوديين هي مادة مخدرة بتشبه بمفعولة شوي الكحول من ناحية الإدمان ومن ناحية النعس ومن ناحية المفعولة على الدماغ بشكل أساسي هلا الشرب هايدي إذا بناناتب تسلي في كتير عالم بيشربوه تيتسلوه تيتمبسطوه تيتخلقوه جاو في عنا بيقول لك مش معقول انزل على الصهرة بتزهق قعد أربع خمس ساعات بلا ما يشرب كي بدي حس بالموسيقى كي بدي حس بالصهرة وبالشباب والضحك كي بدي أضحك إذا ما بشرب نحنا بنفهم الأمور كل عالم بتعملها يعني موجودة اجتماعية بشكل ما فينا نرفضها القصة كيف بتقلب انه تصير مشكلة نحنا هوني لحد الفاصل اللي للعالم بترفضه أوقات نحنا كتير قليل اللي بيجوا لعنا بيقلي انه أنا عندي مشكلة تحديدا وهي بطولة عند الإنسان يحس حاله انه أنا عم تفلت من إيدي سيطرة على الكحود دونك فيه سيطرة معينة الإنسان بيقدر يعملها نحنا اللي بنفرضه هو الإنسان يعرف الليميت تبعه فيه ليميت عند الأشخاص يمكن 6-7 كيسات بجلسة فيه ليميت كيس واحدة تختلف بين شخص وآخر تختلف جدا 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 ولا علاقة بيقدرت الكحول على السيطرة على الدماغ دونك هاي حسب الأشخاص وين بيشتغل وقدرت الجسم على تفريغ الكحول لبره في عنا مفرغوا الكحول من الساعة ساعة في عنا بيقعدوا 24 ساعة ما بيطلع الكحول من الجسمهم وبيتعبوا جدا يعملوا هينج أوفر طويل ومتعب تاني يوم دونك أكيد الشغل بدو يتأثر إذا كانوا عم يشربوا قبل مهار شغل المسال طيب دكتور شو الإفاية اللي بيصير يعني نحنا شو منحس لما نشرب شو بيصير بجسمنا ليه بيغير المود ليه واحد عن جد ما بيمبسط غير ما يشرب أوقات بالسهرات بينما في ناس ما بيشربوا أبدا وبيكونوا بنفس المود بيطلوا على نفس الوطيرة شو الفرق هون الفرق هو التالي الكحول بيدخل على الدماغ وبيزيد مادة اسمها الجابة يلي هي المادة اللي بتطفي الدماغ دونك كل الدماغ بينطفي وهيدا الشي عند كتير أشخاص بيريحهم يلي بيكونوا رأسهم عم يشتغل كتير بيكونوا كتير موترين بيكونوا حساسين للواقع الاجتماعي اللي هن فيه في عالم ما بيعرفوا يحكوا بسهولة بيتوتروا مع بنات إذا جروب كان كبير بينزووا كتير بيحسوا بإزعاج كل عالم بيحسوا عم تطلع فيهم كاس كاسين ثلاثة الدماغ بيطفي بيصير لسان لحاله يحكي هلأ هاي تعتبر إيجابية من ناحية أنه بتخليك اجتماعيا تقدر تفوت بالعالم بس سلبية لأنه بتدل على مشكلة عندك تحديدا بالشخصية وبالطبع مفروض أنت تقدر تشتغل علي برات الكحول تتقدر تكسرها هاي ده هي لسه بس في عالم كتير هني أصلا زرائط بالمجتمع كتير أبوضيات وحبوا يشربوا هون إن احنا ما منعتبرها مشكلة وقتا الإنسان عم يقدر يسيطر عليها وما عم يعملها لأنه هو مريض أو عنده ضعف اجتماعي أو خجل مضطر يشرب كرميلة لنه عم يقدر ياخد منها الماكسيمو لنك الالكول بيأثر على دماغ أنه بيطفي الدماغ وهيدا الخطر وقتا تيجي توقفه فجأة عند البيط عطا لأنه الفايرينج بالدماغ يعني الدرجات زبزبات الكهرباء بتزيد بشكل كتير قوي مما بيقدر لحالات كهرباء فجائية يعني بيقع بالنقطة أو لحالات دلير يوم وضيع معقولة تصير من توقف الكحول لهيك التعاطي الكبير والطويل والمشكلة يعني البروبلم درينكينج الكتير كبير نحن منطل ندخل من الساشفة حتى المريض ما ينقذى بأول فترة يعني دكتور لما نحكي أنه بينطف الدماغ أوقات الواحد بيعمل أشياء لما يكون تحت تأثير الكحول ما بيتذكرها أبدا تين نهار وحتى يمكن إذا صار شيء ما بعرف أوقات بيوصل يمكن للقتل أو شيء كتير خطير ما بيتذكر أبدا وما بيسترجعها هل هون الدماغ بيرجع بيسترجع هالشيء بطريقة معينة أبدا ولا الإبنوز ليس إبنوز هي قلنا الكحول بيتفد دماغ دونك مناطق الوعى ومناطق حفظ الزاكرى بتكون شوية كمان مطفية أوكي والإنسان عادة بيقوله تحت الكحول بيبين عليك شو موجود أصلا بشخصيتك يعني إذا أنت مرح بتصير مرح أكتر أوكي إذا أنت عصبي بتصير عصبي دوبل وإذا أنت عنيف شوية بيحكيك مع الكحول بصير تضرب دونك كله بيزيد بطريقة كأنه الكحول عم تفرج لبرة شخصيتك بطريقة مضاعفة هو أنت الواحد ما بيحب كتير يشوف لهيك فيه أشخاص بين أزغوا عندما معهم شخص عم بيشرب كحول وفجأة بيفقد السيطرة على حاله وهي بيسموها التسمم الحاد أو السكر السكر هو تسمم الماء تسمم بالكحول وما فيك توقفها والتراجع منها صار بدا فترة ما بتزبط أبن الساعة ساعة وبهلوقت بيكون صارت الكارثة بيكون الإنسان أقدم على تصرفات معيبة وبيصوروه بيضحكوا عليه وبيوعه تاني يوم بغير بلد مثل ما هنج أوفر الفيلم الشهير بيوعه بغير مشهد بغير ما حدا زاكر شو صار معه ما بيتذكروا إلا ما يشوفوها إلا بلمحات بسيطة من الزاكرة بس فعليا زاكرة بيكون طفت ما بتقدر تحفز بشكل صحيح وما بتقدر تجيبها أنت من الزاكرة بشكل صحيح فيك تحط زاكرة لشخص سكران غير زاكرته المزبوطة فيها أنا فوت براس شخص هيك طالع من سكر خبره قصة مثلا وإقناعه فيها ويتصور هو ويتخيل لا لا فيه أثر عليه بطريقة تصرفاته يعني بقدر هو تحت السكر ازرع براسه فكرة مثلا أنه شخص تاني هو بيزعجك وبيخده على مشكله هو أصلا ما بده يعمله لأنه تحت الوعى بيقدر سيطر على حاله لونك هيدا هي الشغلة الأوقات العالم بيحب هو فقدين السيطرة تحت الكحول في كتير عالم بيقول لك أنه أنت شادد كل حياتك وسترس والعمل وضغط المجتمع وشو باك شراب شوية بترخي بتروء لونك بيعتبروا شوية أنه حتى كتير نساء بالبيت بيكونوا حضر سترس بيبقوا عزمين عالم عزيمة وسترس وهاي بصيروا يشربوا شوية شوية طيطروا بيحسوا حاله أنه وصلوا مرتاحين نحن ما بنحبزها نحن ما بنحبزها هي بتدل شوية على ناحية مرضية عند الإنسان اللي بيضطر كل ما بده يكون شوية under pressure بيشرب له كاس كاسين طيطرة في كتير بيبلشوا هيك وبيضمنوا مع الوقت بيحسوا بسرس صغير ولما يشربوا بيرتاحوا بيش يصيروا هيك دايما قد يقولوا لنا أنه أنا عشية في عندي كاس مبيض هاي ما حدا يحكيني فيه بس مبيض يعني كما بيصيروا صحيا نقولوا لك منيح ومفيد كل يوم كاس هون انتليك فيه تناقض بين العلم وبين النظرة الشعبية أنه كاس كاسين بيطرطروا شرايين القلب وبيخلوا أمراض القلب أقل وفيه أنتي أكسيدان للجسم نحنا برأينا دماغ هو سوري الكحول هي سم لكل خلايا الجسم لكل خلايا من الكبد للمعدة للدماغ للأعصاب كلها كله بيضرب للبانكرياسي اللي معروف مع الشرب الكبير بيعمل بانكرياتيت دونك فيه خطر على جميع أعضاء الجسم ونحنا قد ننظف الإنسان من الكحول نسميها detoxification أو إزالة السموم دونك ما عم نعتبر أنه أكيد شغل إيجابية وقتها إنسان بدنا نعمله تنظيف أوقات هيك بيكون نصيحة طبيب مثلا يشربه ويسكي قبل ما ينامه أو حتى كمان كما كنا عم نحكي عن النبيد بتصير وصفة يعني الواحد بيحلله لحاله وأوقات بيحس حاله أنه عنده كنترول كامل على حاله قد ما شربت أنا فيه سوء وأنا يعني بيحس عن جد هز انت كنترول وأوقات بيصير فيه مشاكل من وراها ليه هل قد بيحس حاله مسيطر على الوضع يعني ما بعرش هو الكونترول بيقلك أنه أنا ما بسكر بس هو سيارة بكون عم يخفى يعني هاي ملاحظة عند كير أشخاص أبطال بيشرب سبع كسات ويسكي وعمره بالستين سنة وأنا أبضاي هو راجع عشية بيعربش على الحفة مثلا ويعب سيارته لا لأنه مدرش وصار حدا نكسر عليه وبكون خفى على الديركسيون خاصة أنه بمجتمعاتنا الشرقية شوي خاصة من لبنان الشرب بيتزامن مع الأكل بيعتبر الإنسان أنه أنا كيف بدي أكسر هالأكل كمية بدي أكسره بالشرب صح بيصير يأكل ويشرب يأكل ويشرب وهيدا يمكن شوية صغيرة بيخلي مفعول الكحول أقل لهيك بالمجتمعات الغربية ملاحظة بيشرب وضعاف كتير وبيوع على الصبح بيحط الأنينة بتم وضغر بيشرب هاي مبلغية كتير عنا هون خاصة إذا كان الإنسان جدا متعاطي بس عادة هون الشرب ما بيشرب إلا ما يأكل ويكون قاعد مع جروب بيقول لك كسرت مني من عزل اجتماعيا وعم بيشربوا آكل شو مش كل تكون معي بس بيكون عمي نص أنية ويسكي بلا ما ينتبه على كل قاعدة في عملها كل يوم أو صبح الظهر والمساء لون قصدنا فعليا بحالة إدمان بس بلا ما ننتبه الولاد يلي بيشوفوا بيهم أو حتى أمهم عندها إدمان أو بيشربوا كتير ومنعرف في أشخاص مدمنين يمكن عبكرة بيشربوا صحيح هلق نحكي عنها شو هي كيف منشخصها كيف منشخص بيأثر على child neglect دونك اللي هو إهمال الأطفال بيطلعوا هنه بيشربوا؟ مش بس بيطلعوا بيشربوا الولد اللي بيعيش مع أهل من عمر صغير بيشربوا الأهل ما بيقدروا يعطوه اهتمام مثل ما عم يعطوه الكحول يعني بالنسبة لها الأم اللي هي 3-4 الوقت ناسانة بالبيت عصبية أو قاعدة اللقح بلا أسباب عم تكون مختفية شوية عن تطور ابنها هيدا بيخلق بعد عاطفة الولد ما بيقدر يغمروا بعمر كبير إلا عبر الأمراض النفسية عبر الاكتئاب أو عبر تعاطي الكحول كمان بس هون السؤال هل فيه جينات موروثة بتخليه أنه الولد يتعاطى مثل أهله؟ صحيح فيه عندنا جينات معروفة بمجتمعات معينة مثل الشعوب الأصلية بأمريكا الهنود الحمر عندهم تعاطي الكحول كتير كبير وكتير بيأثر عليه وما منعرف ليه هل هيدا قالوا علاقة بالصدمة أنه هن ضيعوا بلدهم بفترة معينة؟ عند النساء ملاحظ خاصة النساء يلي صار فيه صدمات هنه وصغار يلي فيه تحرص جنسي أو فيه أزي من قبل الرجل بالبيت يعني تعنيف جسدي أو معنوي من الرجل بيأدي أنه يتعاطوا كحول بعدين وكله بيصير بالخفية المرأة بتتعاطى كتير بالخفية لأنه صورة الشرب عند المرأة منها صورة مقبولة اجتماعيا عند الرجل تمشي مقبولة شريب والله شريب كاس ما بيقوله شريبة كاس ما تعييش ما تعييش يعني ما أنه كتير العالم بيحس هو مقبولة لهيك ما بيعلنوا عنه وهون بتكون الكارثة وخاصة مرأة بين الأرمين وخمسين بيسن يأس معيا ببعد رجل بيطلاء بيخلي أنه الكاس يصير هو أحلى صديق وهذا أكيد مشكلة بضع لك طيب بما أنه كنا عم نحكي عن الأشخاص يلي بيتناولوا الألكول هلأ مثل هلأ في كتير بيشربوا ألكول على الترويئة وخلاص بيكونوا فيتوا بجو الإدمان فكيف بتشخصهم هالأشخاص شو بيصير فيهم؟ نحنا كيف ما نشخص نحنا ناخد جملة بسيطة كلمة اسمها كيج ومنجرى من طبقة ما فينا كيج أول حرفه هو سي اللي هو الكنترول يعني هل أنت عم فيك تسيطر على الشرب أو لا عم تقدر أنت تشرب كاسين وتوقف إذا عنديني بعدها موجودة كلها قدامك وعم تشمري حتى في كتير أشخاص اي 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 بيروح بعد شو بيجي لعندك عم يصرق عم يدق على التليفون إنه هو ضائع عمل حاد السيارة دونك قدرت السيطرة هل موجودة أو لا؟ عم تقدر أنت بفترة عيد معينة صومة معين شهر معين جمعة توقف طول أنا هلأ مثلا بدي وقف لأسبوعين إذا فيه كنترول ساعتا نحن بنكون بعيد عن الاندماء اتنين كيج أي يلي هو الانويينس يعني هل فيه إزعاج من العالم لإلك قد ما عم يطلبوك توقف يعني عم تصير كل ما تحط كاسي يقول لك ما تبلش هلأ ما بتعرف وين توصل وإنت عم تقول لهم خلص بقى مش معقول إنسان بدي يوم بسط شوي ما تضغطوا علي إذا فيه إزعاج من العالم هيدا يصارت مشكلة كمان تالي تنجي اللي هي الشعور بالذنب هل أنت كل ما عم تحط كاس عم تقول لأنه أنا عم حط مصرياتي على الحرام أنا عم بقتل حالي أنا عم بأزي ولادي أنا عم دمر حياتي إذا فيه هالشعور كمان مشكلة وآخر واحدة اللي حكيتها عنها الإي لأي أوبنر يعني الصبح بده يفتح عيونه بده يحط الكاس بتمه شوي لا تحتى يكسر وجه على الرأس اللي هي العلاقة بتقويف تلال كلها سبعة ما ساعات بلا كحول بيقوم من صبح ما تعوج أو تيكسر الهينج أوفر اللي هو إزعاج الجسم من وراء الكحول بيكسروا بشوية كحول بتروق أعصابه دونك شو بيكونوا برجع على أحاله عن جديد دونك هاودي إذا موجودين عنا بنقدم الشخص إنه في بداية إدمان يعني بتطلب أكيد مساعدة من طبيب دكتور فيه أشخاص يمكن ما فيهم مثل ما قالت يمكن يحكوا مع حدا أو ما فيهم يطلعوا على الطيارة بلا ما يشربوا ما فيهم هيك يخطوا خطوة تكون أساسية بحياتهم إلا ما يشربوا هون بأي خانة بينزلوا هاودي بخانة معدلة بين التسلية والمرض تعتبر خانة الشرب من أجل علاج عيها بالطبع أو مشكلة بالطبع بيصير الإنسان عم يعتمد الكحول كدوى وهو عارف إنه دوى وبرأيه إنه عم تساعده بناءات معينة بحياته مثل إذا كل دهرة مع بنت ما بيقدر يحكي أو ما بيقدر بيخجل يتعرف إذا ما كان شارب شوية هلا لحد وين هيدا مرضية ولا لا نحنا في أشخاص خبروني مرة إنه إذا بيخترعوا دول الخجل عند المراهقين بيقضوا على الكحول لأنه كل المراهقين بيشربوا بيقدروا يتحركشوا ببعضهم ويحكوا بطريقة سلسة ويأربوا على بعضهم إن كان شباب أو بنات هلا هيدا نحنا منعدة شوية مرضية ونعتبر إن إنسان اللي بيفوت بهالنمط بيكون عم يعالش حاله عبر الكحول شوية كمان بدو ينام مثلا طب الأشخاص بيقلك إنه أنا بدلا ما أاخد حبة منومة هيا بتقزي وبتقزي الجسم فيها طاعاتي بفضل اشرب شوية هيدا طبيعي ما الكحول موجود بالطبيعة صح بالنسبة لقلو شوية عملائية طبيعية نحنا كمان أكيد ما منحبز هالفكرة لأن الكحول بيخرب النوم بلا ما الإنسان يعرف الكحول بيعطي نوم كتير فايش دونك متقطع وبيعطي نوم منه غميء وهيدا بيقدي الصبح أو جعرس بيقدي الصبح لتقوم تعبان أكتر دونك إذا نمت عشر ساعات مع الكحول كأنك نمت خمس ساعات طبيعيا دونك منه شغلي كتير محبز طيب هون نحنا دكتور لما عادة الواحد بيحكي عن غير أضرار للحقوق للكحول ولما تحكي عن الكاركتور يعني مثل ما قلت إذا واحد مهضوم بيصير مهضوم أكتر بس في ناس بتقل لك ما بينطأ إذا بشرب مثلا بالصهرة شرب شي كيس أو هو بيحس حاله ما بينطأ إذا بشرب بالصهرة بس بيصير مهضوم بعد الكيس هيدا هيدا قليد الصهرات طبعا إنه ما بعتقد الإنسان إجتماعيا نقعب بالصهرة بباب معبة شرب وهو عم يشرب جماكة سانزالكول يعني بيبين شوي صغيرة إنه في عنده نوع من التناقض مع وجوده بهيك محل لهيك نحنا منلاقي صعبة ولهيك في كتير عالم ينسحبوا من هيك صهرات إذا فعليا بدوا يطلعوا من الشرب يعني إذا بدوا يكسر هالعيها أو إذا كان هو فعلا مدمن كيف نحنا إلا نحنا منشخص بطريقة معينة بس تقول مدمن يعني بدوا يتعدى ثلاث كيسات بالنهار للرجل أو كيسين بالنهار للمرأة مع العلم الكحول بأسوأ المرأة أكتر لأنه كمية الماء بجسمها أقل من الرجل دونك على كيسين هي بتتأثر الرجل بده ثلاث كيسات طبعا إذا عنده هالعيها الآفي لأنه إحنا عم نعالجه منا ما منعتبر أنه وجوده بهذاك محر رح يساعده لبال بيشكله صعوبة كبيرة يعني المدمن عم بيطلع من إدمان وبصير يقول أنه شوي شوي أنا بدي يبلش خفف أو حتى بعد ما يكون نخلص الثيرابي إذا بياخد كيس أو كيسين حتى يرجع هكي يتأقلم أنه تعود هذا شو منصوء؟ هي منسمية شوي ميراج منسمية نوع من الوهم الإنسان بيحب يتعلق فيه هلأ في كتير أشخاص توعدوا فيها يعني بيحب يسمع الفكرة لأنه أنا بعد سنة برجع فيه أشربها قد ما بيكون حبه لهذه المادة قوية وتعلقوا فيها طويل وقديم بيقولك أنا ما فيه أكسر بلاها هلأ بس أوقات بيدمن على شي تاني مشاهد؟ أكيد بيدمن يا على السيجار يا بيدمن على أوقات المخدرات أو أكل أو أو على الأمار أو على الأكل بشكل كتير قوي أو على الدخان العادي دونك فيه نوع من الاستبدال بطريقة معي بس أنه كله مؤذي هلأ بس أكيد السيجار بيأزقل من الكحول لأن الكحول تضرب كل الجسم السيجار يمكن يأزل تم أو شوية نفس إذا فيه بلع أكيد بعضه شوية صغيرة صحيا أحلى مع العلم أنه خطر بس أكيد الكحول مأزية بشكل كتير قوي بيشرب سيجار ما بيعمل حوالي السيرم وراء التركيز والنعص بس بيشرب كحول يعني الطفا نهائيا إذا بتدخن سيجارة عادية ما بيوقفك الشرطة من وراء تعاطي كحول دونك فيه فرق كتير كبير بين الدخان كنيكوتين وبين الكحول بحد ذاته اللي هو أخطر جدا هلأ نحن برأينا الإنسان مفروض يتعالج وقته يفقد السيطرة عليها أو يتخطى ثلاث كيسات بالنهار أدابته تزماغته حتى يرجع يوعى من نشر أوقات سنة يوعى دغري بياخد أسبوع أسبوعين بس في عنا ثلاث حالات اللي هي مشاكل النوم التوتر والقلق والأنيدونيا الأنيدونيا يعني فقدان لذة طبع الحياة وفقدان الشهية للأمور تتسلى مثل الشغل مثل الضهرات مثل الجنس هاو دي بيعده وقت طويل تيزبطه لأنه بالنهاية بديك تعتبره أنه الدماغ تأثر بالكحول وفي كتير خلايا تعبت وفي خلايا تدمرت دونك الجسم يرجع يبني هالسوركيتري بالدماغ طريقة صحيحة بلنقعده تقريبا سنة بلا شرب وهون السؤال إذا قعدتك سنة بلا شرب هل أنت رح تكون محمس ترجع؟ لهيك نحن من شارط أشخاص إذا تحمس يرجع شو بيكون؟ يعني إذا هو بعد سنة وحس حاله مضبوط نهائيا وحس حاله أنه قادر من وقت تتاني يرجع نقدر نجرب معه بس في كتير أشخاص بعد شهرين وبيحسوا بلزة التوقيف بيقول لك ما بدي أرجع بنا يعني بالنسبة لأقلوب بيخافه؟ لا بيحس بالقوة اللي استحصل علامه وراء التوقيف نحن من شارطهم أوقات أنه أعطيني أسبوعين لشهر توقيف وقال لي أنت من بعد النتيجة إذا عزوك ولا لا يعني إذا جيت قلت لي أنه أنا مدمرة حياتي مورا توقيف اللي هي ما بصير أبدا بالعكس كل العالم بيكونوا مبسطين منه وشغله بيكون تحسن بس أقل لك فكرة عن الشغل خسارة أمريكا بالسنة من وراء الشرب هي 148 مليار دولار اللي هي مش علاجي الشرب هاي عم نحكي خسارة بالبزنس يعني من وراء من وراء قلت التركيز بالشغل النوم خلال الشغل تعطيل العمل يعني كمية رهيبة من الخسارة اللي بلبنان أكيد نحنا ما بنعرف أبدا من وراء كمية الشرب من وراء العالم اللي بتشرب وبتوصل على شغلة بعضها هي تحت أسير المخدر يعني في بلدين بينشهروا بالشرب وحتى نحنا بلبنان يعني يمكن من هيك من نربط بين يمكن عالم معينين من نربطهم ضغري بالشرب يهي بيشربوا كتير هالجنس وشو بتكون فيهم بظلوا انسكرانين وهايك بالفعل بتشوفهم يعني كمان عم يشربوا هل هون لأنه ظاهرين السوسايتي ولا هن بمجتمعاتهم عندهم هيدا المشكلة بيكون بتشرب فيه مجتمعات تشرب أكتر من سبب معين أو مبعث بيئة معينة أو حضارة معينة لا فيه مجتمعات عندها السقافة طبعا بيت طبع العرق طبع هالأمور لبنان عندنا هالسقافة نحنا منعتبرها نوعا ما مثل إنتاج وطني أو شيء منفتخر فيه بالنسبة لبلدنا هلأ هيدا فخر نحنا أكيد نعتز فيها بس ما بدا تكون هي ركيزة الافتخار بالصقافة للبنان بس يكيسكن إنه نحنا منشرب يعني ونحنا عنا شرب من نحنا ولاد وما عنا مشكلة مع الكحور بعنا عم نقول إنه هي بحد معين بتصير مرض لنك ما فينا نفتخر فيها على خير هلأ بمجتمعات مثل فرنسا مثلا شرب كتير كتير أكتر من لبنان لأنه اجتماعيا مقبول أكتر والعالم على الغداء إذا ما شرب تكاسم بيد يعني أكيد فيه مشكلة بكل مطاعم بتشوف انبيد وينما كان حتى إذا رجل لايحد لحاله عم يشرب بيحط انبيد نحنا هون كتير قليل نلاقيها بمجتمعاتنا دغر بها الطريقة حتى نلاقي الشرب أكتر بالبابز ونايتس وبالليل بالمطاعم بالنهار يشرب الواحد بيكون يعني شوية صغيرة بيعتبروا بلا شغل عنها الفكرة أنه ولو عنده شغل ما فيه أشرب أكيد هيدا شغلة ضرورية لأنه بسبب نعص وقل التركيز حتى في عالم متوارثين أنه الرومين مثلا يلي هني حكموا العالم كانوا أكبر شريبة هل الشرب بأثر أنه أنت تكون إنسان أقوى اجتماعيا واسقيا ما بنعرف بس هي العام الأساسي الرومين كان يشربوا بيض لأنه كانوا جيوش وكانوا يقطعوا مصفات والماء كانت تتعفن وتنتزع وكانت خطرة تنشرب مثلا البيض اللي هم خمر أصلا في بكتيريا ما كان فيه خطر يجيبوه كل ما يتخمر كل ما يقوى يكسروه شوية بماء ويشربوه كانوا يعتبروه مثل الماء يعني ما كانوا يشربوا ماء كانوا يشربوا البيض بدل الماء كنت عم تقول لي هتلر ما كان يشرب أبدا هتلر معروف واحد من الأشخاص يلي كان عنده أبستنس تطالع نشرب وطلع أكبر جزار بالتاريخ وأكبر مجريم ومعروف وأنه ما كان يقدر يسيطر عصابه ما كان منفعل وما كان يشرب متى وينسون تشيرشل اللي هو ربحه لهتلر بالحرب كان أكبر شريب ألكوليك ولا بيشرب؟ منه ألكوليك لو كان ألكوليك ما كان يقدر يدير بالا بأمه وأبي ويجيش وكله تجاه الحرب وربح هتلر مع الإصرار والمثابرة بس كان يشرب ما بتعني أنه بيشرب مريض ما فينا نعتبرها خلوئيا أنه موجودة نحنا منعتبر أنه في حد معين عنه الإنسان بيفلط عن السيطرة كل واحد بيشرب بيقوله كيه تشيرشل كان يشرب وهتلر ما كان يشرب كان يشرب ويدخل سيجار كمان بلقوه حجة اللي بيشربه كتير ما بعرف إذا ما هي كمان ناخدها سائفيا الإنسان وقته يعلى بدرجات المجتمع ويصير عنده مركز يجوا مع بعضهم السيجار هو صورة اجتماعية عن الإدراف بيصير يدفع حقه بيصير يدفع حقه أو الكونياك الغالي إذا بقتشتري قنينة كونياك مرتل إكس أو يعني مش بقدرت كل إنسان يدفع سعره بتعتبر كأنه وصول لمنطقة اجتماعية أو طبقة أنت ما قادر توصله سوهيدي كمان بتاعتدي نظرة عن الإنسان مثل فخامة السيارة والساعة والتياب فخامة الكحول بيشرب دونك لهيك نحن منعتبر إنه ما الإنسان ما مفروض يروح فيها للأخير يتركها بس كصورة بتقدر تعطيه قوة نوعا ما وقتا يكون هو قاعد بمجتمع معي ودايما منقول كل شي باعتدال بيكون مسموح لما تزيد الشغلة لازم الواحد يعرف أنه خاصة الكيجة اللي حكيتنا عنه أنه يتوجهوا لاختصاصة لأنه في عيال عم تتدمر في أمراض الكحول بيسبب اكتئاب وبيسبب انتحار بدرجات زيدي وعند النساء بيزيد خطر سرطان الثدي وبيقطع المعاد بشكل مبكر هيد كتير مفروض يعرفوه لما بيفتكروا الصبايا أنه الشرب نعم لا عند المرأة الخطر أكتر بكتير عند الرجل خاصة على جهاز التناسل والرجل عنده الخطر الأكتر اللي هو العنف والإخدام على الجريمة في كتير جرائم مردة لشرب الكحول لونك مفروض الانتباه هويش باك نحنا منشكرك دكتور ودايما مواضيع جديدة منطرحها تحت الكل ينتبهوا على حالهم ويعرفوا أمتين بيصير الشغلة مرادية ويتوجهوا لاختصاصي مرسي دكتور مشاهدينا رح نتوقف للحزات مع بريك من جميل تبيع مامي